عدن المغلقة في وجه الرئيس هادي مفتوحة أبوابها ومقراتها للإقليم والعالم عدن منفلت أمنها على اليمنيين مستتبة لتحركات الإماراتيين والبريطانيين معا لم يكتفي وزير الخارجية البريطاني بلقاء هادي المحتجز في الرياض لبحث أجندة المملكة المتحدة في اليمن بل ذهب بنفسه إلى عدن للإطلاع على ما أنجزه الشركاء الإقليميون الذين يشتغلون على السياسات المرسومة في لندن وهي زيارة تكشف أن عدن آمنة وجاهزة لاستقبال من يشاء الممسكون بملفها الأمن التعامل مع زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إلى العاصمة المؤقتة عدن على أنها بالأمر العادي فيه نوع من القفز اللامنطقي على أطمع ينجلتر القديمة المتجددة في عدن وإصرار الوزير البريطاني على الذهب إلى ميناء عدن التاريخي والمهم جيوستراتيجي لا شك أنه في شق منه وقوف على أطلال الاستعمار وفي شق الآخر رسم للمستقبل وما يمثله ميناء عدن من ركيزة مهمة في طريق الحرير الدولي القادم من الصين والتي تبحث بريطانيا أن يكون لها موطئ قدم فيه ولتوجد فرصة أفضل من اليمن البلد المكشوف تماما على العالم جراء الصراع الذي أنتجه الانقلاب على الشرعية وهو الصراع نفسه الذي استغله العالم وبالأخص بريطانيا في إعادة رسم خارطة المنطقة بناء على صراع المستقبل ومصالحها المتتبع لما يحدث في اليمن يدرك جيدا عميق الشرخ الذي تولد نتيجة تلك السياسات الرامية لإعادة اليمن إلى ما قبل الدولة الواحدة أو لجعل عدن وما حولها خارج خارطة الدولة اليمنية الموحدة إنه التاريخ وهو يحاول أن يعيد نفسه على غفلة من اليمنيين المنقسمين والمرتهنين كنخب والمنهكين والممزقين شعبا وجغرافيا